احبتي طالبة الصف السادس العلمي مرحبا بكم في درس جديد من دروس الفيزياء وسلسلة المحاضرات الخاصة بالفصل الثاني الحث الكهرومغناطيسي بدرسها الثالث عشر فمرحبا بكم من جديد في الدرس الماضي تناولنا موضوع الحث الذاتي الحث الذاتي الحقيقة موضوع طويل وممكن ان نكمله في درس واحد واليوم راح نكمل ما بقي لدينا من الموضوع في الحث الذاتي ولكن نستذكر معكم قليلا ما معنى الحث الذاتي وايضا ما الذي اخدناه في الدرس السابق لكي نستكمل اليوم معكم بقية الموضوع فمثل ما قلنا الحث الذاتي يعتمد اساسا على موضوع المحاثة ان يجب ان يتغير شدة التيار المنساف في الموصل اذا ما تغير شدة التيار من نسمي هذا ايش نسميه حث ذاتي فاذا تغير التيار المنساف في الموصل راح يتولد في الموصل قوة دافعة كهربائية محتفة وهذه القوة الدافعة الكهربائية المحتفة هي تعتمد على الحث الذاتي اي بسبب تغير الفيض المغناطيسي الذي يخترق نفس الملف وهنا ما احتاجنا الى مجال خارجي وانما نفس المجال اللي تولد بسبب مرور التيار هو الذي ادى الى تولد القوة الدافعة الكهربائية المحتفة ولذلك سميه حثا ذاتيا وايضا اخذنا علاقة رياضية لحساب القوة الدافعة الكهربائية المحتفة اللي هي الاندكشن يساوي ناقص L دل اي الى دلتا تي وايضا عرفنا العوامل الذي يعتمد عليها معامل حث الذاتي وعرفنا الال ما هو ومعامل حث الذاتي ما هو وهي وما هي وحداته كل هذا الموضوع احنا اخذناه في الدرس السابق وايضا تناولنا شغلة جدا مهمة وهي كيف يتغير الفيض المغناطيسي في الملف ومن خلال قانون لينز طبقنا قانون لينز انشارة سالبة تشير الى قانون لينز واشلون اذا صار عندنا حالة الغلق وحالة الفتح وحالة وصول التيار الى قيمة ثابتة واخذنا تطبيق قانون كيرشوف على الدائرة المغلقة الحقيقة هذا كلها تناولناه في الدرس الماضي اليوم راح نستكمل وياكم تجربة لتوضيح الحث الذاتي تجربة لتوضيح نشاط وهذا النشاط اذا اجاك في امتحان نشاط ميز بين هذا النشاط وبين التوضيح للمحاثة اكون عندنا مثل التجربة هي يقول كيفية توضيح للمحاثة هذا موجود في الكتاب عندنا صفحة في الكتاب عندنا صفحة 73 ميز بين هاي عزيزي الطالب وبين منه النشاط الموجود نشاط 3 صفحة 77 فارجوك انتميز اذا اقل لك نشاط لتوضيح الحث الذاتي راح تاخد هذا النشاط وكالعادة النشاط اش راح يصر عندنا اول شي ناخد ادوات تجربة الادوات للنشاط عندنا مصدر للفولتير مستمرة من 6-9 فولت مفتاح كهربائي ملف ذو قلب حديدي يعني ملف جوفه يكون من الحديد المطاوع واسداك للتوصيل ومصباح يحتاج 80 فولت ليتوهج يحتاج 80 فولت ليتوهج هذه الادوات نعيدها بشكل سريع مصدر فولتية مستمرة من 6-9 فولت مفتاح ملف قلبه او جوفه من حديد المطاوع وعدنا ايضا عدنا المصباح الذي يحتاج الى 80 فولت لكي يتوهج راح نوضح هذا من خلال رسم الدائرة راح تشوف الاشياء يعني الطالب عزيزي الطالب اذا انت ما قدرت تحفظ هاي الاشياء انت من خلال رسم الدائرة الكاربائية تقدر شك تكتب تكتب الاجزاء بينها يعني انت من تقول احنا الادوات المستخدمة شن هي هي نفسها ربط الدائرة فانت خاف تنسى الادوات من خلال ربط الدائرة تستطيع ان تكتب ادوات مثل ما راح نكتبها هسه على السبورة طبعا الان كيف يعمل راح نقول طريقة العمل اول شي نبدأ بربط المحث او الملف في دائرة متوالية مع المصدر المستمر عبر المفتاح كما في الشكل لاحظوا راح ناخد هذا هو مصدر البولتية المستمر راح ربطه معه المفتاح كاربائي ومعه المحث ذات القلب الحديدي وطبعا لاحظوا هنا رمزه يختلف عن المحث الاعتيادي هذا المحث الاعتيادي وهذا المحث ذات القلب الحديدي نخلي له هذا دلالة على انه هنا قلبه من الحديد المطاوع لاحظوا هذا المفتاح الكاربائي اذا ما هي الاجزاء هنا موجودة لاحظوا هنا لدينا مصدر بولتية مستمرة تقريبا 9 بولت هنا لدينا محث هنا مفتاح كاربائي راح نجي عزيزي الطالب نوصل المصباح اللي يحتاج 80 بولت لكي يتوهج التوازي مع المحث هاي الشكل راح نوصله من هنا راح نجي نوصله من هنا ورمز المصباح الكاربائي الطالب ممكن يعرفه خده بصفة ثالث متوسط هذا هو رمز المصباح الكاربائي فهنا انا ايضا عندي مصباح يحتاج 80 بولت ليتوهج هذ هي لاحظ عزيزي الطالب اجزاء الدائرة الكاربائية فقلنا الطالب شي يقول يقول اولا طريقة العمل نربط دائرة كاربائية كما في الشكل بحيث نوصل دائرة متوالية تتألف من المصدر البولتية والمفتاح والمحث ثم نوصل المصباح على التوازي مع المحث كما في الشكل وترسم الشكل هذا عليه تقريبا ثلاث درجات فين تشرح بالنسبة للتجربة علي عشر درجات الان ما الذي يحصل راح نغلق المفتاح واللاحظ ما الذي يحصل عند غلق المفتاح ولا تنسي عزيزي الطالب الغلق ثلاث حالات اللحظة والنمو والوصول لقيمة ثابتة إذن عندما نغلق المصباح هنانا لاحظوا عندما نغلق الدائرة شي يصير نغلق الدائرة باستخدام طبعا المفتاح شي يصير عندنا لاحظوا من نغلق الدائرة هنا المصباح لا يتوهج بينما لحظة فتح الدائرة فتح الدائرة فهنانا المصباح شي نقول يتوهج بضوء ساطع لبرها يعني لفترة زمنية فترة زمنية قليلة و احنا ممكن نسميه يومض ممكن نسميه يومض نفس الشيء إذن يتوهج بضوء ساطع لبرها لفترة زمنية قليلة أي أنه يومض هذا هو انتهى بالنسبة لنا شرح التجربة شو بقى عندي بقى عندي الاستنتاج عزيزي الطالب الاستنتاج جداً مهم الاستنتاج مهم ويخضع المن لتفسير كل من لحظتي الغلق والفتح شون نوضح ما الذي يحصل في الغلق الغلق الحقيقة عندما نغلق الدائرة التيار راح ينمو ويتغير التيار ويأدي ذلك إلى تغير الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف وعندئذ تتولد على طرفي المحث أو الملف فولتية محتثة هذا الفولتية猛تفة تعمل على معاكسة نمو التيار وتجعله بطيئا والعملية كل شي سميناها سميناها بسبب حثه الذاتي إذن هذه الفولتية المحتفة تعمل على معاكسة الفولتية الأصلية وتقلل معدها وبذلك تكون الفولتية اللازمة لاشتغال المصباح هي 80 أقل منها الفولتية المجهزة الفولتية المجهزة أقل من الفولتية اللازمة لاشتغال المصباح عندئذ لا يتوهج المصباح إذن نستطيع القول أنه بسبب الحث الذاتي للملف تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة تعمل على إعاقة نمو التيار وتجعله بطيئا وبذلك تكون الفولتية المجهزة المصباح أقل من الفولتية اللازمة لاشتغاله عندئذ لا يتوهج إذن هذا استنتاج من جبنا من العمل أما لحظة فتح الدائرة ما الذي يحصل لحظة فتح الدائرة كما ذكرنا في الدرس الماضي تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة مقدارها عالي جدا بسبب تولد فجوة هوائية بين فكي المفتاح يجعل انهيار التيار أو تلاشيه سريعا فيكون مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة قيمتها عالية وفي هذه الحالة يعمل المصباح العفو يعمل الملف وكأنه مصدر للفولتية المستمرة يعطي هذه الفولتية المن إلى المصباح وتكون قيمتها عالية كافية لتوهج المصباح ولكن لبرها فترة زمنية جدا قيلة فقط هي فترة تلاشي التيار إذن من خلال ما تقدمه نستطيع القول بأنه بسبب أيضا الحث الذاتي يكون تلاشي التيار سريعا وعندئذ تتولد قوة دافعة كهربائية محتثة قيمتها عالية جدا وتكون باتجاه فولتية المصدر وتعمل هذه الفولتية على توهج المصباح لفترة زمنية بسيطة أثناء أو لحظة فتح الدائرة فقط إذن التجربة انتهت ولكن عزيز الطالب أنا أعتقد أن الطالب يستطيع الآن أن يعمل مقارنة وهاي أنا خليها للطالب واجب على مودي يتدرب عليها راح أقولها بشكل سريع يعمل مقارنة ما الذي يحصل قد يجيك السؤال بين لحظتين فتح والغلق شي يصير دخلين ملف في دارة تيار مستمر واغلقنا وفتحنا شي يصير قارن بين لحظتين فتح والغلق شو نقول نقول أولا لحظة الغلق شو اللي يحصل وراح نعيدها على الفتح الغلق أولا ينمو التيار من الصفر إلى القيمة الثابتة ثانيا راح تتولد قوة دافعة كهربائية مهتثة مقدارها قليل رابعا اتجاه أو قطبة القوة الدافعة يعاكس فولتية المصدر رابعا يكون نمو التيار بطيئا من تجيه على الفتح تلقى بالعكس أولا راح التيار يتلاشى من القيمة الثابتة إلى الصفر ثانيا يكون تلاشي التيار سريعا جدا ثالثا تتولد قوة دافعة كهربائية مهتثة قيمتها عالية نسبيا طبعا إلى القوة الدافعة في حالة الغلق رابعا قطبية القوة الدافعة تكون باتجاه فولتية المصدر إذن هذا الأشياء ممكن أنه الطالب مثل ما قلنا يميز أو يقارن بين من؟ بين لحظتي الفتح والغلق عند وضع ملف في دائرة التيار مستمر عزيز الطالب أيضا إحنا الملف هذا من إحنا حولنا الطاقة الكهربائية اللي مرت به شي صير بها هذه ورح تروح أي لو نجي نطبق مبدأ حفو الطاقة حقيقة على هذا الموضوع نقول أن الطاقة ستختزن في المحث بشكل مجالا مغناطيسيا يستثمر لتوليد قوة دافعة كهربائية مهتثة ولو ماكو مجال مغناطيسي شو نتولد القوة الدافعة كهربائية مهتثة إذن إذن نريد نحسب الآن مقدار الطاقة المختزنة في المحث إذن موضوعنا هو الطاقة الطاقة المختزنة في الملف أو المحث وإحنا راح نوضح بعد شوية مثل ما نقول شنو الفرق بين الملف والمحث وإحنا قلنا الحقيقة الطاقة المختزنة نحسبها بالعلاقة التالية البي اي وراح نسميها م مغناطيك لنخلفها عن اللي كترك لأن هنا الطاقة تخزن بشكل مجال مغناطيسي تساوي نصف ال آي تربية والحقيقة هذه العلاقة مهمة مستخدمة نحن أيضا إذن نستنتج منعدها أولا نستنتج بأنه الطاقة الطاقة تختزن بشكل بشكل مجال مغناطيسي أي أولا ثانيا أن مقدار الطاقة يعتمد على أولا مقدار معامل حث الذاتي معامل الحث الذاتي للملف ثانيا وهو هذا هم شيء مربع مقدار التيار المنساب في الملف هذه هي العوامل التي اعتمد عليها لاحظوا وإذا أردنا عزيزي الطالب أن نعود بك قليلا إلى الفصل الأول ونعمل مقارنة بين الطاقة المختزنة في المتسعة شنقول نقول في المتسعة في المتسعة راح نقارن في المقارنة بسيطة الطاقة تنسميناها بي إي إلي كترك لاحظوها ذكرتوها إلي كترك دلالة على أنها شنو طاقة مختزنة بشكل مجال كهربائي وتساوي نصف كيو في دلتا في واضح إذن ممكن أنه أنت تقارن بين هذه أو كيو تربيع نقدر نكتبها وتساوي نصف كيو تربيع على سي ممكن هاي لدينا ثلاثة علاقات فلاحظ عزيزي الطالب هنا إذا ردنا نقارن بين هاي العلاقة وهاي العلاقة الشي راح نقول أول شي أنه الطاقة تختزن بشكل مجال كهربائي في المتسعة ما مغناطيسي وأيضا مقدار البي لكترك يعتمد على مقدار مربع الشحنة وسعة المتسعة ولاحظوا هذا تقريبا مشابه لأنه هنا الشحنة تقابل التيار أيضا لأنه التيار هو مقدار الشحنة المارة في وحدة الزمن فهذا مقارنة بسيطة بين موضوع الطاقة المختزنة في كل من الملف والمتسعة وأهم شي أنه شكل الطاقة المختزنة هنا بشكل مجال كاربائي في المتسعة بينما في المحث يكون بشكل مجال مغناطيسي الحقيقة لكي ندخل هذا الموضوع مع موضوعنا السابق اللي دخلناه بالدرس الماضي وهو كيفية تطبيق قانون كيرشوف أو أن وجود الملف في الدائرة المستمرة في دائرة التيار مستمر كيف نتعامل معها رح ناخذ مثال بسيط عزيز الطالب نقرأ المثال أولا ملف معامل حثه الذاتي اثنين وخمسة بالعشرة ملي هنري وعدد لفاته خمسمائة لفة ينساب فيه تيار مستمر مقداره أربعة أمبير احسب أولا مقدار الفيض المغناطيسي الذي يخترق لفة واحدة لفة واحدة ثانيا الطاقة المختزنة في المجال المغناطيسي للملف ثالثا معدل القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في الملف إذا انعكس التيار خلال اثنين بالعشرة سكن ثانية هنا هنا شوي يريد نوضح بالحل عزيزي الطالب الحقيقة يجب أن تنتبه لأنه هنا المثال مهم وبأشياء جدا مهمة أولا هذا التيار الثابت اللي هو أربعة أمبير شون صار أربعة أمبير لازم صار عندي نمول التيار من الصفر إلى الأربعة أمبير فهو يتكلم عن هذه اللحظة عندما يكون تغير التيار من الصفر إلى الأربعة فشون نحسب مقدار الفيض المغناطيسي الذي يخترق لفة واحدة شوي يريد أوضح الحقيقة العلمية لك عزيزي الطالب قبل ما أبدأ بالحل الواقع احنا من إجينا خذنا قانون ناوضحها وامسحها إحدى احتاجيناها من إخذنا قانون فرد قلنا الـ تساوي ناقص دلتا فاي إلى دلتا تي ولاحظوا ماذا يعني هذا الفاي هذا الفاي يعني الفيض المغناطيسي الذي يخترق الدائرة انتبه هذا هو الفيض الفيض الذي يخترق الدائرة الدائرة قد تكون ملف قد تكون دائرة من ملفين حسب الحالة اللي احنا عندنا ما نعرف شنو الدائرة لكن عندما جينا وكتبنا على اي اندكشن تساوي ناقص ان دلتا فاي إلى دلتا تي لاحظوا هنا الفرق هذا في حالة ملف هذا فقط انطبق لحالة منه الملف هنا من صار عندي ملف هذه الدلتا فاي مو هي الفاي الفيض الذي يخترق كل الملف لا مو كل ملف لأنه الدائرة هنا شنو الدائرة قد تكون ملف اذا من خلينا ان اتغيرت هاي الفاي عزيز الطالب لاحظ هاي الفاي اصبحت الفيض المغناطيسي الذي يخترق لفة واحدة لاحظوا من خلينا ان اصبحت هاي لفة واحدة ما كو ان هاي للدائرة كلها فاذا قل لي مثلا للملف ما اكتب الان لأنه هاي تمثل للدائرة اكتب دال فاي الى دال ت بس من قلي للفة واحدة فراح اكتب لأن دال فاي الى دال ت وتكون هاي الفاي هي لفة واحدة فهو رائد من عندي هنا الحقيقة المعدل الزمني لاحظوا هنا مقدار الفيض المغناطيس الذي يخترق لفة واحدة فهنا احنا عدنا بالنسبة ان عدنا عدنا اللفات وعدنا ايضا مقدار التيار المنسب فنجي لحل المثال بالشكل التالي نعم نبدأ بحل المثال راح نكتب ان دال ت في الى دال ت يساوي ال دال ت اي الى دال ت ت لاحظوا هنا طبعا عندنا سالم القانون هذا لو يقول الطالب جبنا من الموضوع الاشتقاق الاشتقاق من اشتقاق ال واضح فقلنا هاي هي تمثل ال اي 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 اصلا اصلا او اي دلتا اي الى دلتا ت هو هس الان مايريد دلتا اي يريد دلتا فاي فسوت عوض بس بقيمة ال بقانون من بقانون فاراد هس الدلتا تي نفسها هي راح تروح من الطرف الان نفس الفترة الزمنية والسالب راح 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 ويه السالب فاش راح حصل حصل على ان دلتا فاي هذا هو اللي يريد ها تغير الفيض لاحظ يساوي ال دلتا اي ولا ينسى الطالب هاي دلتا اجلنا عليها اربعة في اللحظة اللي يكون بها اربعة يعني تغير من الصفر المن الى الاربعة اربعة ناقص صفر اذا نكتب نا الان عدي خمسمية في الدلتا فاي هو رايد ها يساوي ال هو 2.5 2.5 وطبعا من لي لاحظوا في عشرة والسالب ثلاثة حولت الى الى هنري ملي هنري صار هنري ما يصير في دلتا اي اللي هو اربعة ناقص صفر هالي العلاقة راح نطلع دلتا فاي تساوي طبعا 2.5 في عشرة والسالب ثلاثة في اربعة على خمسمية ويطلع الناتج دلتا فاي تساوي بالنسبة ان اثنين في عشرة والسالب خمسة ويبر هذا هو مقدار الفيض المغناطيسي الذي يخترق لفة واحدة لا تنزع عزيز الطالب لفة واحدة وليس الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف لفة واحدة ثانيا نأتي ثانيا يريد من عندي الطاقة المختزنة في المجال المغناطيسي للملف وامامك لعلاقة مكتوبة في الطاقة المختزنة هو نصف بي اي المغناطيسي راح تكون تساوي نصف ال في اي تربيع نصف في ال ال هو اثنين وخمسة بالعشرة في عشرة والسالب ثلاثة نحاول الى هنري في مربع التيار اربعة تربيع اللي هو راح يكون ستة عشر طبعا راح تروح هناك الان الان وانسف يبقى ثمانية ثمانية نطلب في اثنين وانسف اثنين في عشرة والسالب طبعا هناك ثلاثة يعني اثنين يطلع الطاقة المغناطيسية المختزنة في المجال المغناطيسي للملف ثلاثة معدل القوة الدافعة الكهربائية في الملف اذا انعكس اتجاه التيار خلال اثنين ونص اثنين عفوا او بوينت تو سكند وهذا دائما شوية نحن عزيز طالب لاحظوا سكند هنانا على موديلية لا تختلف عليك سوية سكند لانه ما تنقري خمسة وعشرين بالمية احيانا فممكن نكتبه بهذا الشكل طيب الان الملف يتغير ينعكس التيار ينعكس يعني هو كان اربعة موجب ينعكس انا نشوف هذا ينعكس التيار ينعكس شنو معناها اش تعني لي تعني لي هو كان اربعة تحول الى سالب اربعة فهذا شي مثل عزيز الطالب هذا هذا كلمة ينعكس هذا يعني لي الاي وان وهذا يعني لي الاي تو لاحظوا هذا الاي وان وهذا الاي تو فمن اطلع دلتا اي دلتا اي شي يمثل اي تو ناقصا اي وان ويساوي سالب اربعة سالب اربعة ويساوي سالب ثمانية امبير لاحظ هذا المهاجد كلش مهمة كلش مهمة لان وش رايز رايز عندي معدل القوة الدافعة فمعدل القوة الدافعة محتاجد تعتمد على اليمن تعتمد على قانون الحث الذاتي اللي هو في مثل عندنا يساوي سالب L دال دلتا I إلى دلتا T هذا عندي دلتا T قيمتها موجودة ويساوي سالب 2.5 في عشرة والسالب 3 في سالب 8 على 0.2 وطبعا هذا راح يطلع للناتج مباشرة هو مقدارة هو point يطلع لي point 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 two point two لا second point two second هنا 25% نعم 25% هذا أنا أيضا هنا أنا أمقلت 25% مكتبته 25% second فيطلع لي الجواب point A volt وطبعا هاي قيمتها سالب سالب 0.0 دلالة على أنه شنو هذا عندما ينعكس فيطلع لي سالب مع السالب السالب مع السالب راح يستمر لي موجب فيطلع لي 0.8 volt الحقيقة عزيز الطالب هذا ما يسمح به وقت الحلقة لهذا اليوم إلى هنا تنتهي حلقتنا ونلقاكم في حلقات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة